اشتركوا في القناة اليوم سأتحدث عن سليب الدراسة بالعادة عندما ندرس العمل سنكرر العمل أكثر من مرة هو صح التكرار هو طريقة الدراسة ولكن ليس أسلوب الدراسة هو فقط جزء من الدراسة هناك جزء ثاني للدراسة مهمة اليوم سندرس هذا الدرس جاني لأنه طلب لأن الناس يتوقفون كيف يدرس الناس قد تدرس وانهم تعلم كيف تدرس لا أتعلم كيف يدرس كلمات جديدة ولا أعلم كيف أحفظ الكلمات وكل ترجمة تخرج ولا أستخدم الكلمة حتى لو ترجمتها هذا كل ما سأحاول حلهم بهذا الفيديو سيكون سريع الفيديو القصة التي أود أن أفهمها هي أن الناس يجب أن يعمل من حاله ، هناك تعب لكن القصة ليس أن الناس يدرس 6 ساعات اليوم ، خطأ يجب أن الناس يدرس ساعة على مستوى الأسف ساعة واحدة في اليوم تتكفي حسب إذا واحد درس من دون وظائف ساعة واحدة فقط ركز على السويدي ولا ركز على وظيفة معينة كثيرا يسمعون الأسعاد كما يقولون لسنا بوا راديو و تيتاب و تيفي سماعوا الراديو و طلعوا على التيفي بصراحة أنا بالنسبة لي لا يوجد مواضيع تهمني أو تشدني لأسمع الراديو لا يوجد مواضيع التلفزيون لا أحبه هذه النسبة لي لأني لا أستطيع تعلم اللغة بهذه الطريقة و أحيانا أحد أحد يفتح و لكن يسمع و لكن يسمع هناك 200 قصة أفيد من ذلك لدينا نسمع لأننا نذهب إلى المدرسة نسبة لي لأني لا أتضبط معي أهم شيء أن كل شخص لديه أسلوب دراسة مختلفة نحن مثل العادة أن كل شيء تكرر 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 صح تكرر هو جزء و لا أعطيكم كيف شخص يكرر بشكل صح لكن أول أسلوب للدراسة هو أنه يجب أن ننظم حالنا يعني أن ينظم حاله يعني أن الوحد ينظم حاله ليس فقط يكتب الكلمة أنا هكذا أرى بالعادة و هكذا فعلت الخطر لم أبدأ أكتب الكلمة كنت أكتب الكلمة و أكتب ترجمته أخذ الترجمة من اللكسن أكتب الترجمة من جانب الكلمة بعدين انتقل الكلمة اللي بعدها هناك مشكلة أنه أنا هذه الكلمة التي كتبتها يمكن أن تكون فعل يمكن أن تكون اسم يمكن أن تكون صفة و أنا لا أعرف أنا فقط ترجمت حسب الترجمة و بهذه الطريقة لما أريد أستخدمها أو أريد استخدامها بموضوع أريد استخدامها بنساق خطأ لقد سمعتها لقد سمعتها لقد سمعتها و في اسم و خطأ المشكلة هون أنه كل الكلمة اللي يجب أن ندخلها لأنها من يجب أن يكون انتب الترجمة فأنا أعطيكم الطريقة لأنا بالأخير قدرت أتباع لأقدر أدرس وأحفظ كام كبير من الكلمات هو بكل بساطة أن الواحد يجيب دفتر دفتر خصوصي فقط لقصة الكلمات ما دخلوا بالدفتر الأسفي ما دخلوا بأي شيء يجيبوا دفتر جديد وهذا الدفتر يكون كبير قليلا على كل السطر بديكم تكتبوا بهذه الطريقة لا تكتبوا بالإلي بالأزرق لكن كل صفحة اسموها لأربع أقصام تقريبا كل صفحة الأربع أكتبوا يعني ثلاث عواميد واحد اثنين ثلاثة كل صفحة وبعدين بأول مكان أول إرنة بديكم تكتبوا ما هو الأورد كلاس يعني هل هي فعل هل هي اسم هل هي صفة هل هي ظرف أنا هنا أضع لكم مثال مثلا هي سبسانتيف هي أول كلمة التي أنا كاتبها سبسانتيف يعني اسم هي ثم نضع الأورد ماذا هي الأورد الأورد هنا جاء أتبورد يعني طاولة فنظرها لم أضعها بالستامت فون لم نقلت الكلمة كما هي موجودة بالنص مثلا بالنص هي مكتوبة بورد أتبورد أنا أذهب للأكسن وأرى ما ترجمتها الأصلية آها أتبورد ثم أكتبها أكتبها هنا بحالتها الأصلية مع الارتكل ثم نتقل للإرنة ثم نضع الأخرى وأكتبها بالـ بحالتها أكتبها بالـ بحالتها لكن دعنا على الـ بحالتها أكتبها بالـ بورد هي جمعة بورد كمانا أكتبها بالـ أكتبها بالـ يعني الترجمة طاولة الآن هنا كتبت plural لأن plural إذا هي سوف تضعها جمع الكلمة بهذا الصف إذا هي اسم وإذا كنت تكتبها بالـ مضارع إذا نحن نتحدث عن فعل الآن خلصنا من الأول كلمة أنتم حفظتوا لهذه الكلمة ومرأت عليكم نذهب إلى الكلمة الثانية سطر جديد ونكتب verb نكتب فعل الآن أنا أفترض أننا كلمة عن بقر النص ثم أصدت كلمة شاكة ثم أضع هنا الأورد اللي هي verb ثم أضع الأوردة شاكة ثم أضع presence هنا شاكر كما ترون هنا أضعها بالـ بالحالة الأصلية شاكة ثم أضعها شاكر ضروري كثير أنه هنا كل شيء يضع ويأتي بحالته الأصلي يعني الاسم يكون مفرد الفعل يكون بالإنفينيتيف ثم نأتي إلى ترجمة يأكل شاكة هي سننيم مفرد لـ بس هي عامية ثم نأتي إلى adjective لم أرأت عليكم صفة نكتب adjective organized يعني منظم plural presence لا يوجد plural إلا plural organized لكننا لا يهمنا أنها adjective لا يهمنا أن نكتب plural presence يمكن أن تركها فاضلة هذه القرنة مثلا بعدين قرأنا الصول ويأتي معنا substantive نأة يعني جزيرة فمرأت علينا هي اسم وضعتها مع الأرتيكل ثم قرأتها في البلورال هنا ثم قرأت الترجمة يعني بحيرة من يوم ورائح بديعكم كل كلمة تفوت على عائلكم كل كلمة أنتم مهتمين تعرفوها تتذكروا المستقبل أنه تكتبوها بهذه الطريقة يمكن شيء بلعي القلب بعرف بس قصة أنه هي هيك الحفظ يعني الواحد يقرأ الكلمة مرة ويحفظها ولا يرجع عائدة 50 مرة باللاكسن وما يحفظها فكل يوم يعني لبديعكم يعني ما يبدأ بس يبدأ كل يوم عملو صفحة جديدة كل يوم سأتلاقو كلمات على عدد الأسطور بالصفحة يعني لا يمكنكم تتقنى الكتاب صغير كتاب كبير فكل يوم صفحة جديدة سأتكتبوا كلمات جديدة فكل صفحة جديدة سأتكتبوها سأتكتبوا مراجعة على الصفحات الثلاثة الحاسية مثلا اهلا عندي 10 صفحات اليوم اكتب صفحة رقم 11 عملت لك 3 خطوط العوامية التابعي سوف اكتب بعد ما خلصت براجع الكلمات التي كتبتون بعدين برجع 3 صفحات الوراء وبراجع الوراء بهذه الطريقة كل صفحة سيتم مراجعتها 4 مرات فبنهاية اليوم الخامس سيكون انتم مراجعين الكلمة 5 مرات و ستظل بعديكم تقريبا شهر او سنين ممكن تظل حسب صعوبة الكلمة بس بشكل عام تقريبا اذا حفظته كلمة من اصل الخمسة كلمة من اصل الخمسة فهذا شيء كثير فضيع يعني هذا شيء كثير حلو بالاخير مضرورة تحفظوا كل كلمة بس احنا عم نصنفهم بهذه الطريقة مشان مراجعهم اسهل وعاقنا لما نجفهم بالمستقبل يميزهم فورا هي مو كل كلمة التي نكتبها لنحفظها وهذا طبعا شيء كثير حلو اذا قدرنا نعمل هيك بس نجب نكون واقعيين شوي انه انه اذا ما منقدر نحفظ كل كلمة فعالقليلة نعمل انه كل كلمة نقدر نمر عليها اكتر من مرة فمراجعة ثلاث صفحات لورا مع كل يوم صفحة جديدة هذا الشيء كير مفيد وبعدين ممكن احيانا بيوم عطلة مفاوضين نفتح الدفتر من الاول ونقرأ كل شيء كلمات صعبة نحنا عاملين عليه وهيك بعدين لما نخلص من الصفحة نتأكد ان كل شيء نحن خالصين فيه نحط فوق نجمة نحن لا نريد هذه الصفحة انا اشتغلت على هذه الطريقة اصحر عندي الآن تقريب الخمس دفاتر كلهم ملعين الكلمات انا هي الطريقة التي حافظت بس خلي اللكسن واحد معه ويكتب بهذه الطريقة بس هي المشكلة ليس هنا مشكلة ان انا عم تجيني اسئلة انه انا نريد ان امتسح الكلمات اصلاً اعني ان صحيح اكتب طريقتك بسوصنا ان هم لتقيق الكلمات كما انتحدث اول شيء اول يجب ان تشتروا انتكننجس book عندما تشتروا دفتر كبير ثاني ملاحظات ثم يجب ان تكتبوا نعم اول لكن يجب ان تجادوا كلمات جديدة اول شيء انتكننجس book يمكنكم أن تشتري تعيش عن التبس Library أو نهاية التقنية ثم قدموا التابع من التبس THERE مثلا أنا في الشارع في الشوارع يرى لائحة مكتوبة في سوادي أنا أحب أن أترجمها أكتبها على الدفتر ل One Trying Book الأن لكان يترجمها على كتاب صغيرة وأترجمها و أصنفها خصين العوامدة التي قمت بها بالنيهتر يعني بالأخبار سواء على التلفزيون او بالصحف كل كلمة تمر عليكم بالصحيفة انتوا تفكروا انه مهمة وحبيتوا لها الكلمة اكتبوها بهالعوميد بالطريقة التي تكون عليها بعدين فيه فيلمر اذا لاحظتم بالأسافيه كثيرا يشددوا انه تطلعوا على الفلمر بانه الـUnder Texture الترجمة التي تكون تحت ليس ترجمة تكون مكتوبة بالسوادي الـUnder Texture الدبلجة تعطيكم خلاصة اللي هنا بيحكوا بالأخير وبنفس الوقت تدخل كلمة سماعيا ولكن بالنسبة لي الفيلمر ليس كثيرا اثرت عليه كثيرا حلو ان الواحد تطلع على الفيلم كثيرا الواحد يستفيد ولكن يصل الواحد لمرحلة يزهق قليلا فعملوها كل مرة ومرة ولكن اهم شيء ركزوا عليه انه بالطرقات وبالنيهة التروية التي نقرأ عليها هؤلاء أهم مكلة الشغلات كل كلمة بالأسافي تمرع عليكم مضرورة كمان تكتبوها بدفتر الخاص اذا في كلمة كثيرا حبيتوا تقرأوا هذا الدفتر الانتكينستبوك خاص لكم لم يدخلوا بالأسافي هو ليس شيء للأسافي بعدين مثلا الانسي قالت كلمة كلمة جديدة لقيتها الانسي عم تستعملها بعدين في البكر تركونا مننا قليلا وهي كتب بعدين في الانترنت فتركونا مننا ولكن أهم شيء يعني كلاسيفيسيرا أوردن كلاسيفيسيرا أوردن يعني نظموا أو أو هي قارب كلمة نظمونسية بصراحة مثل أورجنزيرا أصبحت لكن صنفوا صنفوا كل كلمة تمرع عليكم كل الكلمات تمرع عليكم لابد أن تصنفوا بهذه الطريقة التي تكون عليها بعدين كلاسيفيسيرا أوردن كلاسيفيسيرا أوردن من أين يمكننا نقرأ الكتب كثير صعبية يمكننا نقرأ وهي شيء كثير من الناس تضغضوا النظر عنه لأنه بالأخير كتب يعني بس اذهبوا إلى المكتبة لو لو أنت أو أنت أكثر من الناس تكرهوا الكتب بالعالم ستجدوا الكتب عن جد ستجدوا الكتب يشدكم سيكون كلاسيفيسيرا يعني سهل القراءة معمول من قبل السوديين ولكن ليس سهل القراءة هؤلاء كثير بسيطين لقراءتهم ولكن ليس بسيطين لدرجة أن الواحد لا يستفيد هؤلاء بسيطين فيهم تحدي فيهم كلمات جداد عن جد هؤلاء يستعملون هؤلاء أحسن فيكم تعملون للغة يعني ثم أحسن من الأسف أن الواحد يقعد يقرأ كتب ولكن هؤلاء القصة حيث أن الواحد أرى كتب سيتعلم لغة إذا أرى سيستعمل لغة سيستعمل لغة سيستعمل لغة سيستعمل لغة سيستعمل كنت أستعمل كنت أرى المقالات هؤلاء كثير مفيدين ولكن كل كلمة كما ترى هؤلاء تبكر على هؤلاء المواقع كتبوها بهذا العام التي ترى عليها وراجعوا ثلاث صفحات كل يوم وكتبوا صفحة جديدة كل يوم وراجعوا أكثر وراجعوا أكثر ولكن هذه هي طريقة الدراسة بالنسبة لي لا أعرف كيف تضبط لكم ولكن كل أحد قلت له أن هذه طريقة الدراسة نجحت معها يعني لا أحد قلت له ولا أحد أحبها وهذه ليست مصر ولكن هي قصة أن الواحد ينتبه أن هناك شيء موجود أظن أن هذا كل شيء كان لليوم أريد بصراحة بكرة أعمل فيديو لكي أبدأ دروس صعبة أكثر لأن كل الدروس التي أتحدث عنها هذه الأشياء يمكن أن أخذنا بالأسف ولكن مراجعة بكرة سأبدأ أكثر من الصعوبة لنصار ولكن هناك 20 درس لذلك يكفي أنه سهلة لنظرنا بكرة أكثر بالنسبة لي شكرا للمشاهدة وإذا أعجبكم الفيديوهات شاركوهم يعطيني تحفيز حتى أعمل أكثر شكرا للمشاهدة أكبر أكبر ترجمة نانسي قنقر